السيد مقتدى الصدر وبهذه القاعدة العريضة ولديه سرائل السلام ولديه 75 نائب لم يتمكن من كسر هذه المعادلة التي يريدون أن تبقى أبدية إذن كيف يمكن أن تكسر هذه المعادلات؟ هذه رسائل كيف يمكن أن تقرأ؟ أم أنها حقائق فعلا قد تجذرت دكتور ليث؟ شوف أستاذ نجم هذا سؤال مهم وسؤال جوهري وأنا أتمنى على الجمهور الصدري وعلى سيد مقتدى الصدر أن يسمع ما نقوله بإخلاص وصدق نحن نقول السيد الصدر لم يستطع كسر هذه المعادلة لأنه اشتغل بالمعادلة نفسها لأنه حاول أن يكسر المعادلة بالمعادلة نفسها وهذا شيء ما يصير أنت لو مبليق خلي يسمعون خلي يفتهمون شنو لا يمكن كسر المعادلة من داخل المعادلة نفسها كسر المعادلة يجب من الخارج يجب أن يكون من خارج هذه المعادلة يعني ما يحتاج بعد أفصل بهذا الجواب أستاذ نجم أنا أحب أن تكون أجوبتنا مركزة ومفيدة ومثبرة إن شاء الله شكرا